موسيقى الحمد لله وكفاء وسلام على عبادين الذين مصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة وبعد الحديث التي أعلها الإمام ابن حزم قال ابن حزم رحمه الله وتعالى فإن قالوا قد جاء النص أن زيدا أفرادكم قيل هذا حديث لا يصح شوفوا انظروا هذا الحديث بقى اللوه فيه السبع والكلام عليه والحديث أخرجه التلميذي فأبو من مناقب من مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وأحمد أيضا في المسند والحاكم عن أبي قلابة عن أنس بن مارك قال قال رسول الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياة عثمان بن عفهن وأعلمهم بالحالة الحرام معاذ بن جبل وأفرادهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين وهذه الأمة أبو عوين الجراح الحفظ في الفتح قال إسناد صحيح إلا أن الحفاظ قالوا إن صاب في أولي الإرسال والمصول منهم مقتصر عليه البخاري إن لكل أمة الأمينة وأميننا أبو عوين الجراح الدرق نيق قال أروجي خالد الحزاء وعاصم الأحوال واختلف عنهما فأما حديث خالد الحزاء فراه إسماعيل بن عليا عن خالد عن أبي قلابة مرسلا واختلف أيضا عن ثوري فراه قبيص عن ثوري عن خالد وعاصم عن أبي قلابة عن أنس يعني لا سمون سلم وخلفه معلّة بن عبد الرحمن فراه عن ثوري عن عاصم عن أبي قلابة عن ابن عمر وجعل المسند غير المسند المسند هنا جعله ابن عمر وعن خالد بن أبي عن أبي قلابة عن أنس وراه وكيع عن ثوري عن خالد عن أبي قلابة عن أنس ابن مالك وراه ابن عليا وحمد بن سلمة وحمد بن زيد عن عاصم عن أبي قلابة مرسلا والمرسل هنا درقنية قدم ونرسل على الموصول في هذا الباب ورأى أبو قهدم النظر عن أبي قلابة أيضا ورأى شعبة من هذا الحديث كلمة وهي فضيلة فضيلة أبي عبيدة فضيلة أبي عبيدة ابن الجراح خاصة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس هذا القطع هذه صحيحة منتفق عليها وهذا رأى البخاري واختلف عن شعبة في ذلك فقيل عن سليمان بنصر عن شعبة عن ثابت وقيل عن أبي علي عبيدة ابن عبد المجيد الحنفي عن شعبة عن عاصم الأحوال عن أنس وقيل عن أبي عمر الحوضي عن شعبة عن قتادة عن أنس وأصحوها شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس والحاكم في معرفة علوم الحديث قال إنما روى خالد الحزاء عن أبي قلابة أن رسول الله وهنا هذا رساله الآن أبو قلابة عن أسقط الصحابي قال أرحم أمتي أبو بكر إلى آخر الحديث مرسلا وأسنن ووصل إن الكل أمتي أمينا وهذا في البخاري هكذا روى البصريون عن خالد الحزاء وعاصم جميعا وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين والخطيب البغدادي في الفصل أو الوصل المدرج في النقل قال أبو قلابة يسند جميع المتن وإنما كان يرسله غير ذكر أبي عبيدة وحده فإنه كان يسنده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن إزبات الأمر أن الحديث جاء مرسلا حديث أرحم أمتي وأقرأ أمتي الحديث حديث جاء مرسلا وهنا أصاب ابن حزم في تضعيف هذا الحديث لأنه في غالب الرواية أنه جاء مرسل لنا مئة مرسولا وهو في الإرسال فيه ضعف وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الفعل واكتمل أن يصاب الدروس أمس يعني الليلة البارحة وكان الأمر مكدسا فالحمد لله أنقض الله مع علينا جزاكم الله أننا خير الجزاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إن أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم